الحقيقة إنه طول الوقت إحنا بنفكر في السياحة وإيه اللي ممكن تكون بتوجه السياحة اللي هي بالنسبة لنا مصدر مهم جداً جداً للعملة الصعبة ومش بس مهم لللي بيشتغل في السياحة واللي بيشتغل في السياحة واللي بيشتغل المفتوحة من السياحة مهم للدولة بشكل كبير فبنبقى عندنا شغف إن إحنا نسمع أفكار جديدة تنهض بهذا القطاع ونشوف إنه كل ما بيبقى عندنا سياحة أكتر كل ما ده بيبقى مفيد للبلد بشكل كبير جداً في وقت إحنا بالتأكيد في أمس الحاجة لده الأفكار والمشاريع اللي تتعمل علشان ننهض بقطاع السياحة أفكار تستحق اللي إحنا نتوقف قدامها وندرسها ونشوف منها اللي يرتقي للتنفيذ وننفذه في فكرة اسمها سياحة مصرية أمنها دي فكرة مشروع لتطوير السياحة المصرية وعملها الواق ناجح أحمد زكي ونفهم من سيادته إيه هي فكرته وإزاي الفكرة دي ممكن تنهض بالقطاع السياحي مساء خير على حضرتك سيادة اللي هو ياريت لو تطلعنا على ملامح هذه الفكرة وإزاي هتأثر في القطاع السياحي أهلا مساء خيرات على حضرتك وعلى أسرك البرنامج أهلا مساء سيادة المشاهدين يا فندم وكل عام وانت طيبين وعضرتك بخير هو حضرتك الموضوع باختصار بسيط سيدير دخل للدولة مش أقل من ثلاثة مليار جنيه في السنة على الأقل وانا بعد عملت دراسة عميقة في الموضوع أنا سنت الزيحة أني نزم حضرتك حضرتك المشروع ده بيهدف أولا إلى تمشيط السياحة عبر توفير ميزة تنفذية بتتمسل في حماية السائحين نتعرض للتعامل مع عناصر غير مؤهلة أو سيئات السمعة والكلام ده حضرتك من خلال إنشاء بطاقة تعريفية اللي هي الـ ID يعلق على صدر المتعامل مع السائحين أي حد بيشتغل في المنطقة السياحية دي آه سواء كان تابع وزارة السياحة مع رخصة سياحية أو غير رخصة سياحية غير رخصة سياحية هيبقى معاه أي يا فندم؟ بيشتغل يعني مع أحد الشركات الخاصة يعني؟ ما أنا أوضح لحضرتك هو معهوش رخصة سياحية إحنا بنقول إن الـ ID ده هياخده من الجهة الأمنية الـ ID ده عليه بيانات المتعامل مع السائح عظيم وياخد الـ ID ده الشغال ومعه رخصة سياحة واللي مش معاه رخصة سياحة السائح بيتعامل معه جهات كثيرة جدا وحضرتك الكلام ده يعني بيتعامل من خلال بطاقة عريسانة بقول لحضرتك بتعلق على السدر سواء كان داخل نطاق السياحة أو خارج نطاقها بيتعامل مع السائحين مقدم الخدمات المماشراته بموسط إنشاء قاعدة بيانات للسائحين البخمة بيتقدم للقيد فيها رغمي التقديم الخدمات للسائحين نزير أجرام والقاعدة دي فانديم بيتم إعدادها ودعمها أمنيا بالتأكيد على صحيح الديانات المكيبين ديها واستبعاد ما يبصق من اللي هو بيبصق لعنصر الأمانة وحسن السمعة فأنا كده هبقى عارف اللي شغالين عندي في قطاع السياحة مين هم وأدأهم عامل إزاي بالضبط وفي نفس الوقت السائحة يعني يستفيد بشكل كبير جداً إنه بيتعامل مع ناس بالنسباله مضمونين تمام واللي بيمنح واللي بيدم تسجيله بيمنح الـ ID ده وبيكون مؤمن وصدر من جهة أمنية يصعب تقليده عشان ما يجيش واحد باير يروح مقلده ومركيبه على تدره السائحة حيث معينه وبيتضمن الـ ID ده كود إلكتروني بس السياحة اللي هو هو يعني السياحة دي صناعة السياحة على وجه التحديد فيها تشعبات كتير يعني من أول سائق التاكسي البينز اللي يركب معامل المطار لحد الأماكن اللي هو رايحي يعني يزورها فالموضوع مش يعني مستهل لا 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 حضرتك حضرتك بس ايه الكلام يعني جاي مع حضرتك بالترسيل وبيتضمن هذا الـ ID حضرتك كود إلكتروني اسمه QR Code ده سهل الاستخدام لمساعدة السائح تمام وبيتم إعداد وسيلة إلكترونية سهلة كمان عبارة عن تطبيق بالهواتف المحمولة يصور بالتليفون بتاعه QR Code ده يعرف بيانات اللي بيتعامل معاه وبيمكن السائح من كرائتها والاطلاع على مدى التزام مقدم الخدمة وموقفه القانوني ودرجة إيجادته للخدمة عظيم وإتاحة إمكانية تقييمها كمان هو يعني سائح وحضرتك كمان بيهدف المطروع إلى تحقيق مجموعة من الأهجاب على المحاور الأمنية والاستثابية يعني المحور الأمني ده هام جدا وبيتمثل بتنكين جهات الوزارة المعنية من القيام بوجباتها الأمنية المتمثلة لمنع الجريمة قبل حدث هي فكرة الرقمانة كمان سيادة اللواء يعني خلاص ما يعني ما ينفعش قطاع زي السياحي يبقى بعيدة أنا دي الفكرة يعني بالزبط 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 فهنا بيتوفر بيتوفر يعني شيء آمن للسائح بيتعامل فيه خلالها مع طائفة منطقة بعناية والتي بيحتاجها السائح خلال إقامة البلاد يعني السائح بيحتاج السائح دي اللي هو يتعامل معها أنه ما تفقش لسنوات الدولة وغيرت بالحضرتك يعني من جهة هو التفكير لطرح أمني لحماية السائحين وفي نفس الوقت تقديم خدمة مميزة للسائح اللي جاي مصر بالزبط وفي نفس الوقت بيتدخل داخل احنا بنتكلم حضرتك على أعداد احنا بنقول احنا عندنا مش أقل من 15 مليون واحد شغال في مجال السياح على الأقل أما البقى اللي خارج مجال السياحة يعني عند حضرتك خارج مجال السياحة ولسه انت حضرتك تبتقول الفنادق الغير مقيمة السياحية والأسواق السياحية والتجارية في مصر شركات تشغيل السيارات الأجرة أصحاب سيارات الأجرة خاصة المطاعم والمقاهي مقدم خدمات مركبات النزاة النيلية والبحرية محلات بيع المجوهرات والإكسسوارات والمسكبات محلات بيع وتدول المصنفات الفنية والبرمجيات النواد الصحية والمحلات اللي بتقضي خدمات التجميل ومقدم خدمات التسويق الإلكتروني ومقدم خدمات السمسرة والباعة الجائلين في الأماكن الأسرية النهاردة لو الشخص دوت معاه الـ QRT دوت اللي هو الـ ID حضرتك هيبقى مخلي باله من نفسه ومش هيحتاج تدريب ده بالعكس جايجي يشتريه واخد اللايحة بتاعته وهو عارف هو يعمل إيه وهو متصور فيديو وشات هي مسألة تقديم الخدمة الأفضل للسائح اللي جاي بلدنا ده لكلنا أكيد بنطمح ليه في كل الأماكن أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء الناجح أحمد زكي مساعد وزير الداخلية أصبغ شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي